قصف عشوائي يشنه الاحتلال التركي على مناطق الشمال السوري مستهدفاً للقرى والبلدات ومراكز المدن الأهلة بالسكان فضلاً عن استهداف البنى التحتية مخلفاً العديد من الضحايا المدنيين بالإضافة للدمار الهائل في المنشآت العامة وممتلكات المدنيين أحزاب سياسية سورية بينها حزب سوريا المستقبل أكدت أن الاحتلال التركي يصع من خلال استهداف القرى والبلدات ومراكز المدن والبنى التحتية كمحطات توليد الكهرباء وشبكات الاتصالات ومعامل الغاز والمنشآت النفطية لزعزعة أمن واستقرار المنطقة ودفع سكانها للهجرة واحتلال مناطق جديدة تحاول تركيا من خلال هذه العملية العسكرية الهمجية هذه العملية العسكرية الجوية الهمجية العشوائية احتلال مزيد من الأراضي في سوريا بشكل عام في الشمال السوري بشكل عام وفي مناطق الإدارة الذاتية بشكل خاص لذلك هم لم يفرقوا ما بين الأهداف العسكرية وكذلك الأهداف المدنية هم ضربوا السكان الآمنين هم ضربوا في مراكز المدن وخاصة في القامشلي هم قصفوا البنى التحتية ولم يكتفي الاحتلال التركي بالمجازر التي خلفها بحق المدنيين والدمار الهائل الذي لحق بالبنى التحتية بل طالق قصفه حتى السجون والمخيمات التي يوجد فيها عناصر وعوائل داعش ما يكشف حقيقة نواياه بل سعي لإطلاق عناصر التنظيم الإرهابي لمؤازرته في تحقيق مخططاته التوسعية بالمناسبة حتى السجون التي تحتوي على عناصر داعش الذين تم إلقاء القبض عليهم وإداعهم في سجون الإدارة الذاتية لم تسلم من حالة القصف الدوغان يهدف من ذلك قصف المخيم وكذلك قصف السجون إفراق هذه السجون من عناصر داعش لينشر الإرهاب في العالم وبعد الانتهاكات التركية الأخيرة التي تهدد سلامة الأراضي السورية أعلنت قوات سوريا الديمقراطية تعليق عملها في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي وذلك من أجل منع تركيا من احتلال أرض جديدة ما يترتب على ذلك من عودة أكثر قوة للتنظيمات الإرهابية وهو ما يشكل خطرا على الأمن والاستقرار ليس في المنطقة فقط بل في العالم أجمع وبالتالي تم تعليق عمل قوات سوريا الديمقراطية مع التحالف الدولي فيما يتعلق بجهود مكافحة خلايا داعش ومتابعة ضرب خلايا داعش في هذه المنطقة لأن هذه القوات سوف تتوجه بل توجهت إلى كامل الشريط الحدودي مع تركيا من أجل التصدي ومقاومة وردع هذا العدوان وأمام كل ما يرتكب الأحتلال التركي من جرائم ومجازر بحق المدنيين في الشمال السوري لا يزال المجتمع الدولي يلتزم الصمت وبالأخص الضامنين الأساسيين لخفض التصعيد روسيا وأمريكا والذين لم يتخذا إلى هذه اللحظة أي موقف جدي للجمي هذا العدوان